وخلي بال حضرتك كمان انه هو بيتكلم حتى لما سألوه في البطمر الصحفي عن مباراة الاهلي والوداد قالك مفيش حاجة اسمها مقدمات كل ما سبق قبل بداية المواجهة يوم الحد اللي جاي مالوش علاقة بنتيجة المباراة وانا بشوف والكلام على لسانه انه فرص الاهلي والوداد 50-50 في المواجهة دي سواء اللي في القاهرة او في غزابلانج وخلي بالك مفيش مواجهة فصل يعني انا طبعا اتمنى اتمنى انه على اقل واحنا بنفكر في التسعين ديها اللي جاية دي انك تفكر انه النهائي من جولة واحدة انه النهائي هنا بس في القاهرة اه طبعا في مواجهة تانية في كازابلانج بس لو انت تعاملت مع النهائي على انه مباراة واحدة وتقدر تحقق سكور كبير هنا في القاهرة يريحك بشكل كبير وانت انت النهاردة لما عملت سكور كبير جدا مع الترجي في تونس جيت لعبت هنا بمتال أريحية لا كان فيه ضغوط ولا كان فيه عصبية ولا كان فيه اي شد من اي نوع بالعكس كنت مرتاح جدا وحاسس انك قريب من حسم اللقاء وبالتالي قدمت واحدة من اجمل مباراتك في الموسم ان لم تكن اجملها على الاطلاق ماتش الترجي في القاهرة هنا على رغم انك سجلت عدف واحد هنا وثلاثة في تونس بس انا وشوف كورت الاهلي هنا في القاهرة احلى مباراة تمتعت بيها الاهلي من زمن طويل فبالتالي لو تعملت مع مباراة الوداد يوم الحد اللي جاعة انها نهائي من جولة واحدة وقدرت ان شاء الله انك انت تستغل بقى كل فرصة هو ده التحدي اللي قدام ميستر كولر ان هو يشتغل عليه في الفترة اللي جاية ازاي تستغل انصاف الفرص في التسجيل لانه قد لا تتكرر والوداد هيجي بكامل استنفاره وبكامل قوته وبكامل عنفوانه عشان يحاول يطلع بافضل نتيجة ممكنة فهي مباراة قتال لا شك في القاهرة اليوم الحد اللي جاي وبالتالي ازاي تشتغل على انك انت تستغل انصاف الفرص ويكون فيه تركيز شديد وكبير في اللمسة الاخيرة هو ده التحدي يدام النادي الاهلي ونحن بإذن الله قادرين عليه في الايام القادمة